اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له المجد الأبد آمين شكرا للرب أننا اليوم على موعد مع الاصحاح الثاني من الرسالة إلى روما رسالة الرسول بولوس إلى أهل روميا الاصحاح كله فكرة واحدة وهنتكلم مقدمة عشان نفهم فكرة الاصحاح المقدمة هي أن عالم الرسول بولوس اللي هو كان بيشكله الناس والشعوب اللي في حوض البحر المتوسط كانوا بالنسبة له أو بالنسبة لليهود مقسم إلى فريقين فريق الأول هو اليهود اليهود عندهم الشريعة اللي أعطيت لهم من الله بيد موسى والفريق التاني الوثنيين اليونانيين هم الصفة الغالبة و يعني كانوا بيستعملوا كلمة الأمم أو الأممي بدل كلمة الوثني فباقي الناس هم الأمم أو الوثنيين أو اليونانيين أي تعبير من هذه التعبيرات حاجة تانية أن الرسول بولوس ابتدى معانا الرسالة في الإصاح الأول بأنه بيوصف حال الخليقة حال البشرية هو مش مختلف كتير عن حال البشرية النهاردة ولما جيه يوصفوا لإينا أن الناس عايشة في النجاسة والكبرياء والبغضة والشتيمة والمسك السيرة وجميع أعمال إبليس يبقى لما جيه يوصف حالة البشرية وصف لنا ما يوازي حالة العالم اللي إحدى فيه اللي هي في النهاية أن العالم وضع في الشرير وأنه الجميع زاغوا وفسدوا معا وأن حال الخليقة هو حال الخطي وهو عايز ينقل بينا فيما بعد على مدام الجميع خطاه إذن فهم بحاجة إلى المخلص وده ما اللي هيقوله في الإصحاحات الجاي ولكن ولكن النقلة بتاعت الإصحة التانية بتجسد ما كان حادث وما أيضا يساوي ما هو حادث الآن اللي هو إيه اللي هو أن اليهودي عنده الشريعة وحاسس أنه هو اللي بيعرف ربنا وطبعا المسانين بيعرفش ربنا وحاسس بالتميز لأنه هو يهودي وسبب تميزه وافتخاره على غير اليهودي أنه هو مؤمن وموحد بالله والحاجة التانية أنه عنده الشريعة التي أعطيت له وهو متميز بيها بيد موسى في الوقت نفسه مقابل هذا الوثنيين عايشين في الشر وبلا إله وبلا شريعة ومن هنا هو عايش بقى في الافتخار ليس فقط هذا ولكن بيدين العالم الشرير يعني هو رجل يهودي مؤمن وموحد بالله زي ما قلنا قاعد بقى يقول شايف الوثنيين اللي عايشين في النجاسة شايف الوثنيين اللي بلا إله اللي بلا الشريعة طول النهار الرسول بولوس ابتدى المواجهة من هنا اللي هي ايه قال له بس وقف عندك هنا ديئة واحدة والديئة الواحدة هي انت فاهم ان لانك عندك الشريعة انت احسن من الوثني هو انت هتبقى احسن من الوثني لو بتعمل بالشريعة ولكن حقيقة الامر انك هتبقى زي الوثني ويمكن اوحش لو ما بتعملش بالشريعة رغم ان عندك الشريعة الحكاية دي فكرتني بايه بقى فكرتني بالزبط بالمؤمنين بتوع الكنايس اللي احنا يعني ايه بقى احنا المؤمنين والتانين البقين دول الخطاء الوحشين طيب وايه اللي بيميزك يا مؤمن ان عند الايمان انا مؤمن بالرب يسوع وايه تاني والرب خلصني وغفر خطيائي لكن شايف التانين حالهم سي عايشين في الخطي بالزبط ده بيفكرني بهذا الوضع اللي يستحق ان الرسول بولوس يقول لنا نفس الكلام انت بتفتخر لانك مؤمن طب وده حاجة هيلة بس هي حاجة هيلة لو انت يا مؤمن عايش بالانجيل لكن لو مش عايش بالانجيل هيبقى حالك زي غير المؤمن يمكن يكون اصعب شوية احنا شرحنا ان غضب الله حالة تلقائية عند الله ايه بقى حالة احتجاب وجه الله في موجهة الخطي يعني انت عايش في الخطي هو لازم يحتجب ما مفيش حاجة اسمها ايه اصلا غلبان اصلا غصبة عنه كل ده كويس قوي في مراحم الله ولكن ما ينفع الشيء انه يبقى الخطي والله موجودين في مكان واحد اللي هو حضرتك يعني ميبقاش انت بواك الخطي وكمان تقول ورب المسيح في قلبي طبعا ده ده نفاق ما ينفعش لانه مدام انت في الخطي يبقى موقف الله منك انه هو في حالة الغضب طبعا احنا شرحنا المرة اللي فاتت ان حالة الغضب مش يعني النرفزة اذا ما احنا فاهمين ولكن معناها احتجاب وجه الله فاذا اه غضب الله هنقول تعريفه هو بقى غضب الله حالة القائية في الزات الالهية نتيجة الخطي والشر ان يكون الله محتجب عن الانسان قداسة الله عاملة زي النور لما يبقى فيه ظلمة وفيه نور والنور نور النور يطرد الظلم ما ينفعش يبقى النور والظلم موجودين مع بعض ابدا النهاردة بقى في الايصاح التاني بيكلمنا عن حاجة تانية اسمها دينونة الله العادلة طبعا احنا متبرمجين على الفكرة اللي علمها قدماء المصريين لكل الاديان والكل الخريقة اللي هي ايه اللي هي انه دينونة الله هي غضب الله والدينونة معناها انه ربنا هيحاكم الناس يجيب الملفات ويطلع انت عملت وانت ما عملتش وبناء على هذا يحكم على الناس انا يعني بسا عايز اقول ايه الفكرة دي تمشي مع الشريعة بتاعة العهد الادي ومشي مع كل الاديان ولكن ما تمشيش مع المسيحية ليه بقى ده اللي هتشرحه دلوقتي بس ناخد الكلام بالترتيب الاول اللي هو ايه اللي هو ايه الفرق بين غضب الله ودينونة الله هل غضب الله ودينونة الله ولا في فرق بين غضب الله ودينونة الله اعفيه فرق قلت الغضب حالة تلقائية نتيجة ان الانسان يبقى في الخطية يبقى الله في الغضب يعني محتاج طيب سواء انت عندك شريعة ما عندكش شريعة اتبشر ما اتبشر تش ده رد فعل او حالة تلقائية بين الخطية وقدست الله اما الدينونة فلا دينونة بدون انذار بدون تعليم بدون عطية يعني يعني واحد ما اسمعش عن الحياة الابدية اللي في المسيح لا من بعيد ولا من قريب في يوم الدينونة يدان ولا ما يدانش لا ما يدانش ازاي يدان على ايه دلوقتي تفهمت الفرق بين الغضب والدينونة اللي يدان اللي خد سواء خد شريعة هيدان بالشريعة خد ايمان بالمسيح هيدان على انه محترمش الايمان فالغضب ازا حالة تلقائية تقول لي يعني واحد ما اسمعش عن المسيح يبقى تحت الغضب ولا مش تحت الغضب تحت الغضب ما دام هو في الخطي يبقى تحت الغضب ولكن لو هو ما اسمعش عن المسيح ما تبشرش بالمسيح يبقى تحت الدينونة طيب في احتمال انه يبقى في واحد ما تبشرش بالمسيح ولا تحت الغضب ولا تحت الدينونة اه ايه الاحتمال بقى انه ما عملش خطي لكن الرسول جلوس بيقول ليس بر ولا واحد ما حدش ما عملش خطي تمام لكن احنا منتكلم فرض جدلي بس فرض الجدلي ده حصل في التاريخ فعلا حصل في حالة مين حالة اخنوخ وصار اخنوخ مع الله اهو فلم يوجد لان الله نقله لكي لا يرى الموت يبقى ده معناه انه ما عاش في الخطي فلم يصبح مستحق للموت حلقة استثنائية جدا ايوه حلقة استثنائية جدا ملهاش نظير ما سمعناش على نظير ايوه ولكن عشان نكون بنقول التعليم بطريقة صح يبقى الغضب مش 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 حاجة جزافية كده ربنا غضبان على الدنيا باللي فيها كده عافية لا مفيش حاجة اسمها عافية الغضب سببه خطيئة لانه حالة احتجاب فلو كان فيه انسان زي اخنوخ يبقى ما يبقاش تحت الغضب ولا تحت الموت والله ينقله زي ما حصل مع اخنوخ مفهوم بقى دلوقتي انه الناس كلها تحت الخطيئة فهي تحت الغضب ولكن ليس بالضرورة ان كلها تحت الدينونة ما المين بقى اللي حيودان ومين اللي مش حيودان اللي حيودان اللي سمع انا لسه قيل دلوقتي اللي خد الشريعة حيودان بالشريعة اللي خد المسيح الايمان حيودان بالايمان حسب الايمان هنشرح دلوقتي بالتحديد ايه هو تعريف الدينونة طيب قبل بس ما نروح لتعريف الدينونة ونكمل كلام مش عايز اسيف جزئية الانسان اللي محدش بشره انت لسه قيل لنا المرتين اللي فاتوا ان من له الابن له الحياة ومن ليس له الابن ليست له الحياة لان الابن هو الحياة طيب اللي ما تبشر شدة بتقول انه هو مش تحت الدينونة ايوة طيب له الحياة ولا مالوش الحياة لا مالوش الحياة الله طب مالوش الحياة يبقى تحت الدينون اه يبقى لازم تقرأ كويس بقى الرسالة الرسول بطرس اللي بتقول ايه ان ان الرب راح ذهب في الروح فكرز للارواح التي في السجن التي عصد قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة ايام نوح يبقى اللي ما سمعش عن المسيح و و ما يستحقش الدينون يبقى له الحق ان ياخد الفرصة فيما وراء الموت انه يبشر و يقبل المسيح او لا يقبله فياخد الحياة ما فيش ظلم فيش ظلم ما فيش حاجة جزافة كل حاجة بحسب عدالة الله لما احنا اتكلمنا قد التعليم موجود في الكنيسة في الكنيسة التقليدية كلها انه نزل الى الجحيم من قبل الصليب ان المسيح نزل الى اقسام الارض السفلة زي بيقول الرسول بولوس في افاس اربعة و رفع قديسي الى العلام ففي واحد يقول ايه خلاص انا بقى حستن لما اا اا مش المسيح بشر الموت انا بقى حستن لما يبقوا يبشروني بعد الموت لا هي المسألة مش بالفاوضة دي ده اللذين بشروا بعد الموت هم اللي اخذت منهم الفرصة او لم يعطوا الفرصة او لم تصر اليهم الفرصة وليس اسمعني كويس اللذين رفضو ومن هنا بقى حننقل على ما هو تعريف الدينون وبالمرة نشرح ايه الفرق بين تعريف الدينون في العهد القديم وتعريف وتعريف الدينون في العهد الجديد هو فيه فرق اه طبعا فيه فرق ايه الفرق الفرق ان الدينون في العهد القديم مؤسسة على الشريعة يبقى اللي اللي عمل بالشريعة تمم الشريعة يبقى بار المال مين اللي حيودان اللي خد الشريعة وما عملش بالشريعة فتبقى هنا الدينون اه ها انه اخد الشريعة وما عملش بالشريعة طيب الوسانيين بقى اللي ما اخدوه الشريعة يدانوا بناء على ايه هو اهل يدانوا بناء على انه الضمير بتاعهم كان بيشتكي ويحتاج يعني بيقوله ما تعملش وهو بيعمل ففي اداة الدينونة هنا صوت الضمير فاذا اللي استجاب لصوت الضمير اهو عمل اللي في الشريعة اه من خلال الضمير مع انه ما خدش الشريعة واللي رفض الصوت الضمير يبقى اللي حيديه يدان على اساس ايه انه رفض صوت الضمير يبقى في العهد القديم يا اما حيدان على اساس انه خد الشريعة ورفض صوت كلمة الله في الشريعة يا اما انه كان الضمير بينقل له اه صوت الله بالنسبة له وهو ايضا رفض هذا الصوت فيدان على هذا الاساس طيب بتاع العهد الجديد ايه الفرق بين القديم والجديد الجديد ان انا ما خدت الشريعة يعني الله في العهد القديم ادى للانسان الشريعة خد الشريعة اما للانسان بتاع العهد الجديد اتعطاله ايه المسيح الابن الحياة اللي فالله ومن ثم ما هي الدينونة ان النور جاء الى العالم وا احب الناس الظلمة اكثر من النور انت بتقول انك مؤمن اكيد حد الشيطة اللي اقولك انك مش مؤمن وان انت احسن من اللي مش مش مؤمن جايز بس انا عايز اقولك بقى ان المؤمن اللي سمع الايمان وكمان وقل اجدد قبل المسيح وبعد ما امن وقبل المسيح راح لابليس طبعا انا لما بقول راح لابليس غالبية اللي قاعدين فاهمين ان راح لابليس يعني خرج من الكنيسة وطلع على الخمارة دي ابليس او اي حاجة من الاعمال اللي اللي المجتمع بيجرم لا انا هقولك بقى مؤمن ومتجدد ونال الميلاد التاري وتعمد وبقعدوا في الكنيسة وراح لابليس عمل ايه كذب ايه كذب ده انا بجذب كل يوم ما انت رايح فمعاه انت فاهم انك يعني مدام بتجذب كل يوم يعني اه ما انت شتحت الدينونة كذب اه وهو اللي كذب يبقى راح لابليس المسيح قال كده قال ان ابليس هو الكذاب وابو الكذاب كذبه واحدة اه كذبه واحدة ياه للدرجة دي ما هي اصل كذبه واحدة بتعبر عن قلب كذاب ومدام قلبك كذاب هتلاقي فيه بقيت اخواتها كذاب واخواتها بس هو الموقف هو اللي كشف انك من ابليس اللي يجذبه من ابليس المسيح قال ان اللي يجذبه من ابليس ما هو ده الانجيل بقى ما هو ما فيش في العهد القديم حاجة بتقول ان اللي بيجذبه من ابليس عشان كده قلت لك المرات اللي فاتت اقرى الانجيل ما تعتمدش على انك انت حفظ الوصاحة العاشر وبتسمع الوعص اقرى الانجيل هتفاجأ ويمكن تصدم بالحقائق اللي بقولها لك دي طيب خد واحدة تانية انا مسامح كل الناس ما عدا فلان ولا فلانة هي حق يعني انا لا قتلت ولا سرقت ولا زنيت ولا حق هي بس انا يعني نفسي شيلة من فلان بس فلان اه بس فلان انت محروم من ملكوت السماوات بتتكلم جد بكلمك جد ده كلام مسيح كلام مسيح ليه ليه محروم ملكوت السماوات لان المسيح للمجد قال ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوات ده هو واحد بس هو واحد بس اه واحد بس يبقى انت بسبب الواحد بس ده اللي مش غفر له ممنوع من الغفراء قد اللي حرمك ملكوت السماوات هاديد دينونا بقى انك خدت الامام بالمسيح وروحت عشت بروح ابليس لях ده انا ما كنت شعرف الكلام اللي انت قلته ده طب قولي كده ابادنا اللازي في السماوات يا حفظة من سن كم سنة من ثلاث سنين قول كده اغفر لنا زنوبانا كما نغفر نحن ايضا للمزنبين وعلق عليها الرب وقال ايه ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم دي اول درجة من الدينون طب خد بقى الدرجة اللي بعدها الدرجة اللي بعدها الناس اللي ثبتت نفسها في الدينون يعني ايه الفرق ايه الفرق بين اللي شرحت الوقتي واللي هشرحه بعد شوية اللي شرحت الوقتي حالة عامة ومعظم الناس ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله ده وطيح بيصلي يا بنا بس ما كانش يفاهم اللي انت شرحته ولكن الحالة الخاصة بقى ايه اللي فهمته او الانجيل فهمه بدل المرة عشرة واكدت عليه وجايز وبخته وبكته او جايز روح الرب هو اللي وبكته واصر لاي سبب من الاسباب على انه رغم التعليم والتوبيخ والتبكيت سواء اللي الروح القدس بيعملوله مباشرة او بيعملوله من خلال انية زي الخادم اللي بيتكلم او غيره رغم التبكيت دفن الخطيئة وطمرها واعد عليها وهو جوا الكنيسة جناب الجسيس او حضرة الخادم او اكتر او اقل اي حاج اهو ده بقى اللي دينونتو كبيرة او اهي دي بقى قصة حناني او سفيرة طيب في اكتر من واحد من اللي عاديين بيقولوا لي السروم ايوة بس لو 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 اللي حضرتك بتقولوا ده ينطبق علي كان مفروض ان انا مدت من زمان لان القصة بتقول ان حنانية وسفيرة ماتوا ساعة ما كذبوا لكن انا عايش اهو وزي الفل لا ما انتش زي الفل ولا حاجة اهو عايش ما مدتش ولا حاجة حال ايه الفرق بقى الفرق انه ان غضب الله حالة معلنة على طول زي ما شرحت في بداية الحديث ولكن استعلان الدينونة له وقت ده امتى الوقت ده يوم كام الساعة كام مش مش وقت يعني يوم كام الساعة كام له وقت بالنسبة للانسان يعني ايه له وقت يعني لازم الله يديه له فرصة كاملة للتوبة للتبكيت ما الوقت يبقى ايه بقى الوقت يبقى هو الذي استنفذ فيه كل وقت الرحمة وقت الاناه وقت التعليم وقت التبكيت وقت الحس على التوبة مرة واثنين وعشرة وسنة واثنين وثلاثة وربعة استنفذ الوقت كله ده اللي يحضر وقت الدينون واحد لسه فيه اتنين هو الدينونة بتحصل ازاي احنا لسه قايلين النور بييجي في مواجهة الظلمة لو ما فيش نور الظلمة ما تدنش وهو ده اللي مخل الناس عايش في الخطية وبتقوله يا فين الدينون آه في وقت لا تتوقعه النور رح ينور اللي هو مين اللي هو ابن الله سواء النور النور هينور بمجيءه الثاني او النور هينور باستعلان مجده في اي من الاواني النور ينوره بس هذا يروح يحضر الباقين الى الدينون يبقى فيه عاملين مهمين اوي بيحددوا وقت الدينون وهما استنفاذ وقت التوبة هو قالها هنا بقى في رمي اتنين الفصل اللي احنا بنقرأ فيه ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما ليقتادك الى التوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان اهو اه كلمة استعلان دينونة الله العادلة يبقى ايه هو يوم الغضب هو يوم استعلان دينونة الله العادلة مع ان غضب الله معلم من السماء على كل فجور الناس واسمهم على طول الخط ولكن استعلانه هو هو في يوم الدينونة عدد ست سيجازي كل واحد حسب اعماله اما اشرح ال يعني ايه حاجتين يجسدوا صورة الدينونة عشان كل واحد يبقى يعرف هو فين يا جماعة يبقى هو واقف فين الحاجة الاولانية الرب المجد نفسه قال قال متى جاء ابن الانسان يجلس على كرسي مجد وطبعا ما فيش كرسي حرفي بالمعنى الحرفي لانه استعلان مجد التعبير هو مجد يعني يملك ويستعلن مجد فلما يستعلن مجد مجد هيعمل ايه يفصل بين الخراف والجداء والحاجة التانية مجد هيعمل ايه ما انا قلت هول نور يعمل ايه يطرد الظلمة اذهبوا عني كلمة اذهبوا عني هي حركة المواجهة بين المجد بين النور وبين الخطيئة الظلمة فالاستعلان مجد بيطرد تلقائيا يعني كلمة اذهبوا عني بتجسد حركة الموجهة بين استعلان المجد والخطيئة وقساوة القلب فاستعلان مجده بيقول 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 لل للظلمة واللي في الظلمة اذهبوا عني روحوا روحوا لل للي انتو طبعتوا وفي الوقت نفس استعلان المجد بيكتزب الى حضن الاب الاخرين تعالوا الي يعني كلمة اذهبوا عني وكلمة تعالوا الي بتشرح يعني امر واقع في استعلان النور استعلان المجد يعني هل معنى كلامك انه اللي قاعد يعاند سنين طويلة ملوش خلاص انا مقدرش اقول له خلاص اللي ملوش خلاص حاشا اللي يقول المسيح له المجد ما الاخر اللي قدر اقول ايه اخر اللي قدر اقول انه مكن الشيطان منه ودخل في حالة الدينونة ومن ثم فالكنيسة او رجال الله ما عندهم ش حل في هذا الذي ادخل ادخل ناسه تحت الدينونة اللي هو ايه بقى كيف عبر عنه الرسول بولوس اللي هو ان ارضا شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرة واصمرت شوكا وحسكا اسمعوا مني في المحبة يا حباي اللي متصور تحت اي تصور او اي تعليم او اي تهيئات انه هيقدر يفضل عايش في الخطية وهيبقاله خلاص في اليوم الاخير يغير التصور ده من من زهنه حالا طب دلوقتي انت خوفتنا انا اعرف ازاي اذا كنت انا تحت الدينونة ولا مش تحت الدينونة شكل بسيط اوي انت تتوب وتخرج من الخطية دلوقتي مفيش اي حاجة في الانجيل بتقول ان الخاطي الانسان اللي تحت الخطية لو جي للمسيح بكل القلب الرب هيقول لا انت امشي اذا ما انت نسأل اذهبوا عني اه اذهبوا عني دي مرتبطة باستعلان الدينونة يعني ما لم ان الدينونة تستعلن عندك فرصة انك تتوب اه ما الاحتمال التاني ايه الاحتمال التاني ان القلب يتقس فيه وهمة عند الكثيرين انه هو حيلحقوه زي اللي اللص اليمين لا اللص اليمين ما كانش معاند اللص اليمين ما كانش جاله النور من اساسه اللص اليمين جاله النور في وقت محدش يعرف يؤمن به وهو في الصليب اللص اليمين مش نموذك لكن اللي جاله النور كتير والتبكيد كتير حصل له ايه اسمه يتقس قلبه بغرور الخطيئة ارحمنا يا رب طمرنا الخطيئة وبنتعالى عليك وبنتمرد على طرقك وبنقولك ليه بيجرالنا وبليه بيجرالنا مع ان احنا اللي جبنا الشر وجبنا التأديب وجلبنا كل هذا على انفسنا مش شايفين غير زواتنا مش شايفين غير كبرياءنا مش شايفين غير الضلمة اللي دخلنا نفسينا فيها ارحمنا يا رب خلصنا يا ابن الله حل رباطات خطيئنا الان قوة غفران دم الرب يسوع المسيح قوة سلطان اسم الرب يسوع المسيح قوة خلاص المسيح تفك وتكسر الان قوة القيود ورباطاتها الان باسم الرب يسوع قوة للفكاك يا ابن الله الحي قوة للخلاص يا ربنا القدوس قوة للتحرير قوة تحرير للقلوب المقيدة قوة تحرير للاجساد المقيدة قوة غفرانك قوة خلاصك قوة فكاكك قوة شفاك قوة تحريرك يا ابن الله حل رباطات الخطيئة حل قيود الشر حر للروح والنفس والجسد من قيود الشرير نعمة غفران قوة غفران قوة خلاص قوة فكاك قوة شفاك قوة تحرير تأتي على عبيدك الآن يا روح الله القدوس فيد بقوة حياة ابن الله قوة الحياة اللي تغلب الموت تقل الخطيئة اللي اندفلنا تحته قوة حياة ابن الله تحيينا تحيي الارواح المدفونة في وحل الخطيئة تحيي الاجساد المقيدة بقيود الخطيئة تحيي النفوس يا ابن الله قوة حياتك قوة غفرانك قوة خلاصك قوة غلبتك الآن تغلب فينا وتغلب لينا قوة غلبتك الآن تخرجنا من قيود الشرير قوة غلبتك الآن تخلصنا من استعباد الروح النجس من استعباد الشرير من قيود العالم وقيود الخطيئة حررنا لمجد اسمك اطلقنا في الحرية حررنا لمجد اسمك اقبل توبتنا واغفر خطيئانا واطلقنا في حرية مجد أولاد الله لمجد الآب والابن والروح القدس في المسيح يسوع آمين اشتركوا في القناة